السؤال الآن هو لماذا اختار سيدة بيبا وسيد حفتر دون غيرهما في ساحة توجد فيها الكثير من القيادات التي تتنازع على صدارة القيادة وتتنازع الشرعية هذا يعتمد حقيقة على معطياتي المهمة التي اوكل بها وهي ما تزال قيد السرية والكثمان أنا لست مطلعا عليها فقط أخمن بأن لها علاقة بمكافحة الإرهاب وأيضا تتعلق بحقيقة أن الولايات المتحدة تعترف بحكومة الوحدة الوطنية ربما سيسعى إلى نيل دعم من قوات حفتر لا ندري طبعا سيكون من الأسهل علينا أن نجيب إذا كانت لدينا حقائق هنا نحن نخمن فقط لنخمن أيضا مع سيد سانوسي أيضا في اسطنبول برأيك يعني تعدد الواجهات للمؤسسات التي تقدم نفسها على أنها صاحبة السيادة والشرعية في ليبيا كثيرة وأنت أدرى بها لماذا جرى اختيار الحديث مع سيدة بيبة وحفتر دون غيرهما؟ حقيقة وسؤال جوهري يعني إن قلنا بأن رئيس أو مدير المخابرات الأمريكية مبعوث بصلاحيات أكبر من مجرد العمل الأمري والمخابراتي بل حتى التدخل في الدبلوماسية والعلاقات السياسية مع ليبيا فلماذا لم يتجه إلى رئيس مجلس النواب أو يتجه إلى رئيس مجلس الرئاسي السيد المنفي أو إلى رئيس مجلس أعلان الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس أعلان الدولة معنيان اليوم بوضع الأساس الدستوري القاعدة الدستورية وقواني الانتخابات التي تعتبر الملف الأهم بالنسبة للأمريكان فيما يتعلق بالعملية السياسية الليبيان تخطى هؤلاء جميعا ذهب إلى تبيبة وإلى حفتنا في رأي شخصي لأن الرؤية لدى الأمريكان بأن هذه الأجسام ربما كانت سبب في تعطيل المصار السياسي وأن الاتجاه إلى الأطراف النافذة التي لديها سلطة السياسة وسلطة المال وسلطة القوى الأمنية ربما يسهل إدارة الملف الأمني أو الليبي بشكل أيسر هناك بعض آخر أن ربما من بين الملف الذي جاء به مدير المخابرات الأمريكية قضايا متعلقة بسلطة التنفيذ بمعنى مسائل تحتاج إلى قرار أمني سريع وإجراءات أمنية سريعة لا يملكها لا رئيس مجلس النواب ولا رئيس المجلس على الدولة ولا رئيس المجلس الرئاسي وهي؟ يعني كما ذكر ضيفك هناك موضوع المجموعات المتشددة هناك ملف روسيا وأنا في رأي شخصي ملف مهم جدا اليوم مصادر أوروبية مطالعة تتحدث عن تصعيد أمريكي وقرارات وسياسات وإجراءات متعلقة من ملاحقات الشركات الأمنية الروسية العاملة خارج ساحة الصراع مع أوكرانيا ليبيا تأتي في مقدمة هذه الساحات فإذن ربما الملف الروسي هو الأبرز لمجموعات المتشددة المصالح الأمريكية التي تمثلها الشركات الأمريكية العاملة في قطاع النفط فإذن هو بكش كامل ولكن ذو تراتبية محددة تبدأ بالخطر الروسي فالمجموعات المتشددة فالمصالح التي تمثلها الشركات النفطية ترجمة نانسي قنقر